طبعا بأكد مساء الخير عليك طبعا زميل العزيز أمير الشام كل التحليك ولكل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي أهلا بك يا كريم طب مننا يعني واضح في الخلفية وراك أن في تدريبات النادي الأهلي في هذه اللحظات لكن مجمل المعسكر ماشي إزاي ماذا يعني الجودة أو ماذا التأثير الإيجابي اللي كنا مستانيينه من المعسكر ده من نسبة كم في المية قدرنا نحقق هذا الجانب الإيجابي استعدادا لمرحلة هامة جدا أو مباريتين مهمين جدا سوبر وكاس مصر بالتأكيد طبعا زميل العمير في البداية نقدر نقول يعني الحماس والجدية هو شعار المرحلة وشعار معسكر فريق النادي الأهلي التركيز كبير جدا مع الكل الحقيقة يعني الكل بيشتغل في كل اتجاه كلمك عن الدكتور عبد الرحمان مثلا استشارة تغذية بيقوم بأكبر طاقة عنده طبعا لأنت معك 27 لعيب فيه معسكر مهم جدا طبيب النادي الأهلي أحمد أبو عبلا ودوره المهم جدا طبعا ومتابعته المستمرة مع كل اللاعبين مسماني كبير مخاطط الأحمال كابت سامي ومصان كابت ساعدة بحفيز الجهاز الفني بالكامل الكل الحقيقة بكتات بشكل كبير جدا لأنه دي انطلاق أمير بالنسبة لنا وبالنسبة اللعيبة تلاحم كبير والفترة والإيلا شوية لكن ده هتبقى فترة أعداد للمباريتين طبعا زي ما احنا عارفين وهي مباراة السوبر القادمة أمام طلع الجيش ومنها مباراة امبي صومة بعد كده ننتظر استكمال باقي المباريات وخلاص هنبدأ نخش بقى مباشرة على بطولة الدوري العام ومقابلها طبعا بطولة دوري أبطال أفريقيا فالحقيقة معسكر مهم جدا لفريق النادي الأهلي ومهم للجميع الجدية موجودة بشكل كبير جدا مع فريق النادي الأهلي في التدريبات الحقيقة بيتسو مسماني المدير الفني مع الكابتن سيد عبدالحفيز الكل بيحافز لعيبة بشكل كبير جدا الحديث عن أهمية المعسكر أهمية المباراة مباراة البطولة انت عارف امير بكل حسابات خصصة طبعا مع الجهاز الفني المباراة البطولة بيكون محتاجة تركيز من أول دقيقة لآخر دقيقة تحضيرات وترتبات فنية على أعلى مستوى وده الحقيقة اللي لمسينه حتى هذه اللحظة فيه معسكر فريق النادي الأهلي لكن كمان أمير عايز أكلمك من ضمن طبعا التركيز الكبير والحافز الأكبر كمان هو وجود الكابتن محمود الخطيب الحقيقة اللي ممكن وصل من لحظات بسيطة جدا لمعسكر فريق النادي الأهلي لمؤذرته المعتادة والمسندته الدائمة لفريق النادي الأهلي الحقيقة أكيد كابتن محمود يكون متواجد مع فريق النادي الأهلي على مدار الأيام القادمة مرورة ان شاء الله بيوم المباراة وهي يوم الثلاثاء اللي بنعمل ان شاء الله بإذن الله فريق النادي الأهلي بتركيزه الكبير وبالحماس وبالتاكتك الحقيقة اللي يمكن في هذه اللحظات تابيتسو موسيماني بيأكد عليه وشغال عليه بشكل كبير جدا كل أمير الحقيقة ظهر بشكل كويس عايز أكد كمان على أكثر من نقطة هو الوافدين الجدد على فريق النادي الأهلي سواء ميكي سوني طبعا اللي بنتمنى ان شاء الله يكون لدور مميز جدا واضح اجتهاد وتحركاته رائعة وممتازة مع فريق النادي الأهلي الانسجام ده أمر مهم جدا وإحنا عارفين طبعا كل اللعيبة اللي بيكون داخل على فريق النادي الأهلي بتحتاج انسجام لك الحقيقة واضح تركيزه الكبير بناء ما لكل دور في هذه المباراة سواء في التشكيلة الأساسية أو على دكة قلبه ده لأحمد عبدالقادر عمار كل اللعيبة الحقيقة الوافدين الجدد تحديدا وبأكد عليهم لأن احنا التوليفة اللي كانت معنا والكوكبة الحقيقة من نجوم النادي الأهلي اللي كانت معنا متواجدة وحصلت على البطولة التاسعة والعشرة مش هنقدر نتكلم عنهم على القد منقدر نتكلم بقى على دوافع جديدة لعيبة قادمة محتاجة أن هي تكون فيه مسندة لها بشكل كبير الكل بيقوم بدور كبير جدا في معسكر فريق النادي الأهلي نتمنى إن شاء الله بإذن الله المعسكر بس يعدي بسلام نهاردة وبكرة إن شاء الله حتى يوم المباراة ما يبقاش فيه أي إصابات لأن الحماس كبير والجددين موجودة وانتعرف الاشتراكات والالتحمد ده أمر مهم جدا لأن احنا نحافظ على بعضين لأن احنا محتاجين كل اللعيبة خلال المباراة القادمة وهي مباراة طلاعي الجيش اللي بنعمل إن شاء الله زميلة أميرة تكون المباراة من نصيب النادي الأهلي بإذن الله يا كريم أنا عايز أسألك بس على الإصابات أكرم توفيق كان خد كادمة في المباراة الودية عايز أعرف تطورات الحالة بالنسبة له ومدى جهازيته لخوض السوبر الأفريكي راح اللي هو فيها طمنا يعني على ملف الإصابات تحديدا يعني في البداية لو بنتكلم على أكرم توفيق واحد من اللعيبة اللي رجال زميلة بنقول عليهم الحقيقة أكرم يعني إن شاء الله متواجد بإذن الله بكل قوة ومتواجد أمير في التدريبات انت عارف أكرم اللعيبة اللي يمكن اشتراكاتها بتكون قوية لأنه عنده روح كبيرة جدا وعنده حماس كبير جدا لكن بطمينك عليه على أكرم تحديدا متواجد مع فريقة للنادي الأهلي بنتمنى إن شاء الله بإذن الله مع مرور الأيام بس حافظوا العيبة على بعض لأنه تعرف أمير الكدمات والتدخلات اللي بيكون قوية طبعا بيكون يعني أكيد محدش بيبقى قادر إن هو يتدخل على زميله بشكل قوي لكن الحماس بيكون موجود بشكل كبير لكن أكرم بأكد لكن إن شاء الله يكون متواجد مع فريقة النادي الأهلي بيرسي تاو يمكن عنده بدلق شوية بقى معنا انت عرف طبعا يمكن كلمنا طبعا وممكن أنت كلمت والناس كلها كلمت طبعا على الإصابة اللي هو قادم بها طبعا من بلده لكن الحقيقة لطبيب النادي الأهلي أحمد أبو عبلا والجهاز الطبي بالكامل قايم بدور كبير جدا مع بيرسي تاو لعودته إن شاء الله بإذن الله يعني بنسابق الوقت إن شاء الله الفترة اللي جاء كده مع بيرسي تاو ده حديث للجهاز الطبي لكن انت عارف فيه تأني بشكل كبير لأن إصابة العضلة الضمة محتاجة تأني بشكل كبير جدا ومحتاجة أيضا كمان يكون لعب عنده القابلين أنه يكون يرجع بشكل بسريع مع فريق النادي الأهلي لأن المرحلة مهمة خلال الأيام القادمة أضم كمان مع بيرسي ومع أيضا كمان اللي احنا كلمت عنه طبعا محمود متولي عايز أكد لك أن محمود متولي هننتظره بعد مباراة تأمب إن شاء الله يكون مشارك مع فريق النادي الأهلي في تدريباتها الجماعية ومنها إن شاء الله الاستعانة في المباريات القادمة الكل الحمد لله أمير بطمانك بشكل عام على جهزية الفريق بنتمنى إن شاء الله بس الحفاظ على البعض فيها التدريبات اللي فيها قوة وفيها جدية وفيها حماس كبير جدا لكن بتديني أشارة كبيرة جدا إن شاء الله إن المباراة يوم التالي القادم من النادي الأهلي يقدر يرفع الكأس رقم 12 اللي يدخلوا لها بطولة النادي الأهلي بإذن الله تعالى يا كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الوافية على الهواء مباشرة زميلنا العزيز المميز كريم أحمد مرس